اتكلمنا الفيديو اللي فات عن تنظيف الكمبيوتر وازاي تحافظ عليه في الفيديو ده هنعرف ازاي تغير المعجون وين نوع اللي تستخدمه واضغيره كل قد ايه اول حاجة بالنسبة للنوع انا استخدمت الكولر ماستر لانه كان موجود في علبة الكولر الجديد بس عموما اي نوع محترم سعره معقول هيقضي الغرض وهسيب لك لينكات واسامي في الوصف طيب الاهم من ده كله هاضغيره كل قد ايه المفروض المدة ما تقلش عن سنتين وممكن اكتر لو درجات الحراف الطبيعي بس بشرط يكون محطوط صح ونوع نظيف مش الحاجات اللي بخمسين جنيه وكده دي مش بتعيش خالص اول مرحلة هنبدأ نفك المراحة اللي على البوردة وعلشان كل شركة ليهم طريقة مختلفة فهتبحث عن اسم الكولر بتاعك وهتشوف طريقة الفك بالنسبة لان اشغال بالمراحة الستوك هفك الموبايل بمفاك صليبة عادي جدا وخبالك حرك الكولر يمين وشمال بالراحة عشان لو بروسيسور من نوع اي ام دي ما يطلعش مع الكولر ولو نجف او مش هادر يتفك بسهولة شغل الجهاز المودد عشرين دقيقة ضغط كده بحيث تسايح المعجون وتفكه بسهولة الخطوة اللي بعد كده هتفك سلك المروحة وتنظف المبارد والبرسيسور بمنديل وتشيل الاتريبة ولو تبقى سير مالبيست ممكن كحول بسيط او برفان على المنديل نفسه وهو عجيب على البوردة امسح البرسيسور بس طيب اخر حاجة هنبدأ نحط المعجون الحياري نفسه هنوزع على شكل حرف اكس وممكن توزع نقط على الاربع اطراف بحيث ان انت تتأكد التوزيع يكون مصبوط وما تكترش من السير مالبيست عشان غلط وهيسايل على البوردة وهتبوز الدنيا واخر حاجة هتفل كل حاجة تاني وترجع المروحة وتركب السلك وتقفل ازاز الكمبيوتر وكده كل حاجة بقت زي الفل وبس كده بالتوفيق يا شباب سلام